السلام عليكم ورحمة الله معكم عباد و جديد لكم فيديو جديد عن سولو ليبليك في فيديو اليوم راح نشرح لكم الحركات هاي شو بتعمل ونجربها كلاياتا ونشوف اي اكتر واحدة بتعمل دميج وشو فائدتون هلا بالنسبة للأولى طبعا بتعمل هيفي بريك مو اول مايتي بريك هي الوحيدة بتعمل اول مايتي بريك وشو بتعمل اول شي لما تضرب هاي الوحيدة وتضرب على شخص اللي ضدك بترفع لك الكريت هيت تريت والكريت دميج اثنين بالمية للي ضدك يعني بزيد الدميج اللي انت بتعمله على ضدك او الكريت دميج اللي بتعمله على ضدك اثنين على كل استاك طبعا بتعمله خمس مرات يعني عشرة بالمية كريت دميج زيادة زائد انه هي عندها هيفي بريك وزائد كمان الدميج اللي بتعمله ازا كان لي ضدك طعيف ضد الريح بتعمل دميج زيادة ثلاثين بالمية بهذا شي رائع جدا ونصيحة مني استخدموه هلا بالنسبة للحركة الثانية بتعمل اول مايتي بريك يعني بتعمل بتكسر كثير من الدرع سائد كمان من يور اتاك كيتس ان انمي تشعر بريك بتنكليز دميج أو بريك بريك بتنكليز دميج او بريك عشرة بريك عشرة بريك يعني لما اللي ضدك مايكون عندي بريك يعني كسرت له درعوه وتعمل هاي الحركة راح تعمل دميج تسعين بالمية زيادة بحو هاي تخيل برح تعمل دميج خارق وغير هاي تجي هاي هاي طبعا لازم تضلكها بسا مشان اتفعلها بتعمل All Mighty Break يعني بتعمل درع كتير بتروح من الدرع اللي ضدها كتير وبتعطيك درع وزائد وين This Kill Hits بديل additional damage equal to 25% من هذا التاكك يعني كل ما زاد التاكك كل ما رح تعمل دميج زيادة وغير هي كمان بتعطيك Shield 20% من الماكس اتش بي تبعك بنجي للأخيرة اللي هي أضعف واحدة بالنسبة لي اللي كمان بتعمل All Mighty Break وبتزود الدميج اللي بتعمله 7% إذا كان اللي ضدك Brange 5 متر يعني حواليك وشو بتعمل بتعمل دميج 200% من التاكك كل ثلاث ثواني لمدة ثلاث ثواني خلينا بقى هلأ نجربون واحدة واحدة هلأ بصراحة أنا مو عرفان يعني بأي مرحلة نجربون لأنه في مراحل رح تكون انت قوي ضدها وفي مراحل رح تكون انت ضعيف ضدها مم وين نجربها نجربها هون نجربها هون بالهارد مود أول شي نجرب على مرحلة خمس صعش الي هي تبع الريح خلينا نفوت عليها نحطها هاي هي تبع الريح خلينا نشوف قديش رح نكسر له من درعه وقديش رح تعمل دميج طبعا تمنيت لعبة ضد باران بس لاني باران هلا أنا على الان بمرحلة كايسل بقى ما رح يقدر عملكم ياها وبمرحلة التور انت التور عندك عليه يعني هو اقوى منك او انت اقوى منه بكتير بقى مشانيك ما رح يقدر شوفوا الحركة ما احلها بقى واحد هني هلا بقى شوف خلينا نشوف قديش رح نكسر له من درعه بهي الحركة ندور حوالي هلا بقى شايفين روحنا له ثلاثة بارات هنا نشوف الحركة القديمة طبعا لو الما يتداش بتروح روحت له يعني فيك تقول اربع بارات يعني الفرق بارين بين هاد وهاد ودمجة كمان لا بأس فيه دمجة حلو هلا خلينا نشوف دمجة من غير مليون وثمانمية وهلا كمان مشان ما طور عليكم الفيديو اختصرت منه شوي هلا عم نجرب الدارك اللي هي تبع الدارك طبعا انتبهوا لشغله انه الدارك عندي ياها مو المطورة الاخيرة بممكن او حتى مو هيرويك هلا بالعادة هم نجرب هيرويك بس هلا لانه ما عندي غير العادية اللي هو الرير اعتقد زرق كدارك بس مع هايك شوفوا الدمج اللي راح تعمله طبعا كبريك سفاحة والميتي وهلا هاي اول والميتي بيعطوني اياها كدارك بهادا الحالو شي رائع بس خلينا نشوف الافكت بس تكون ما علي درع قديش راح تعمل دمج هاي من غير ولا افكت مليونين تخيلوا مليونين من غير ولا داش ولا سبورت ولا ولا شي مليونين عملت دمج بقى بصراحة راح تكون هي ممكن بقوة الدارك تبع الملتي سلاش او ممكن تكون اقوى منها بقى جربوها نصيحة مني اذا طلعت لكم وشوفوا الدمج الخارق لالبريك وغير بريك يعني فيك سخدمة بلتنتين وهلا بقى راح نستخدم تبع النار طبعا بالنسبة لأيلي تبع النار احلى انيميشين بصراحة شوفوا ما احلى الانيميشين تبعها تجو 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 عملت مليون 800 تخيلوا هي مو كل الضربات جاي عليها لانه هي اعتقد حسب الضربات اللي جاي علي ضدك بتعمل دمج يعني اذا ما كل الضربات الجيت عليها بقى راح يقلب الدمج على ايشي سيئ بصراحة بس الانيميشين تباعة كتير حلو الانيميشين تباعة كتير حلو و هلأ شوفوا كيف تقوم بفعل دميج يعني شي خطير جدا لكي هي تعتبر رقم واحد من حيث الدميج يعني فيك توالهيا تبع الدارك رح يعملوا دميج خارع بصراحة رحيعملوا دميج كثير كثير عالي شوف شوف و مع الدرع كمان بقى لا تنضرب عملت سبع ملايين دميج تخيل سبع ملايين وهي لساتة زرقة هلا بقى بنجرب الأخيرة اللي هي تبع المي اللي بصراحة أكتر واحدة حسيتها مثل قلتها هي تبع المي أول شي شوف أحانا بتكسر بريك عالي أحانا لا معنو هي الميت المفروض يعني تكسر منيح من البريك بس ما بعرف حاسس فيها شي غلط أنه مرة بتكسره مرة لا وبتكسر يعني مو بنفس الوقت لا يعني ممكن أولة نصة وآخرة للحركة يعني إذا أنت بعثت عنه شوي لأنه هي لازم تضل بخمسة متر منه لحتى تعملها بقى حسيتها جدا عادي يعني شوف المي ديان بريك عم تعمل دميج أكتر منها عرفتو شوف شوف هي عم تعمل دميج أكتر مع أنه هي خضرة ما بعرف حاسس كدميج دميج حلو تبعها محالك لا إذا ظليت بالزول اللي ضدك ما بعرف حس أقل وحدة قوة في يوم بي찜 الشوف اضح لديك قولنا بالتمون 這個 أشك Alexandra بابس عميكو صحيح في الفيديو مع السلامة